يستعد أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال غدا العودة إلى مقاعد الدراسة الحضورية هذا واستكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوفة لاستعدادات لاستقبال أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في 331 مدرسة ابتدائية وروضة غدا الأحد حيث كثفت الإدارة الجهود لتجهيز وصيانة المدارس مع الاهتمام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات التي تضمن سلامة الجميع بالإضافة إلى أهمية متابعة ودعم الأسرة لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات كما قامت الإدارة بالتعاون مع شركة تطويل لخدمة النقل المدرسي في تهيئة حافلات النقل المدرسي داعية نولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي عن طريق حساباتهم في نظام نور